الكندوسي قال ان انت افضل حارس وانك افضل كمال من الشناوي وافضل من مصطفى شو بير سمعته صراحات سمعته طبعا انا سمعته مصر كلها كانت بتتلمني على الحالة بتاعته انا كنتش بتفرج على الحالة والله مخارفش انطلع اصلا فانت سمعته صراحات سمعته صراحات طبعا يعني الكندوسي لعاب كبير جدا يعني مش قادر اقولك ده هو لسه صغير كمان ده 23 سنة لعاب كبير وشخصية محترمة يعني من اللعبة اللي هتبقى في حتة تانية خالص يمكن الكندوسي يعني على المستوى الشخصي انا بحبه جدا احنا هيعتبر قريبين من بعد قوي لكن هو كان يعني كان الفترة اللي فاتت كان مضغوط شوية في حتة الانتقالات وانه هو كان هيمشي كان عايز يطلع كان عايز يروح ايا كان المكان لكن في وقت ما ما خلاص استقرر ان هو يبقى موجود في مصر احنا قلناه انت ده خلاص هتبقى معنا في سرميك يعني ما ينفعش تلعف حتة تانية غير سرميك اه يعني ده مش تطلع بره مصر يبقى لازت تبقى موجود في سرميك اه لازت تبقى موجود في سرميك لبطر احساسك انت بنفسك ما فيش حد هيقول عن نفسه كده بشكل واضح بس انت احساسك بنفسك بتقدي افضل اداء في مصر كحريس مرمى انت مقتنع بده يعني زي ما انت بتقول يعني انا مقدرش مش تقول ان انا احسن حاكم انا اقصد انه انت مقتنع انك بتقدي افضل اداء حي سنك طول لا بص يا كريم يعني بقى ادي اداء الحمد لله كويس بس طول ما انا بالعب لا انا عايز اقدي اكتر من كده يعني حتى لو انا كويس انا عايز ابقى كويس اكتر من كده يعني في مطشات كتير قوي الحمد للواحد بيطلع فيها كويس بيبقى حاسس من المطش البعدي أنا لازم أبقى أحسن من المطش اللي فات لعشان الناس زي ما انت ما تقول ما تقولش لا ده مطش وعد ده كان كويس بس في المطش ده وبعد كده المطشات التانية لا فطول ما أنا بلعب أنا عايز أبقى كل مطش أحسن من المطش اللي قبل فالحمد لله يمكن زي ما قلت لك أنا الحمد لله الفترة اللي فاتت السنة دي والسنة اللي قبليها مع سراميكو كنت أبقى دي بشكل كويس جدا أتمنى إن شاء الله السنة دي تبقى كمان مختلفة ونحاول يبقى عندنا طموح أكبر من هجيلك على السنة دي وتطموح سراميكو لباترة بس بما إنه كندوسي قريب منك جدا وهو صاحبك جدا عارف المعلومة دي حاس إن كندوسي ورّت نفسه في الفترة الأخيرة دي بتصريحات تخص مسؤولي النادي الآلي وحط نفسه في مشكلة وتحيئات وداخل على موسم جديد وتركيزه مع الفرقة حاس إنه ورّت نفسه يعني لكننا بتنسوها وكنت هتتكلم معه شايف إنه عمل صح ولا عمل غلط هو بس هو كندوسي أكيد أدرى باللي قاله يعني هو أكتر واحد في الفترة اللي فاتت دي كان عليه كلام وهيرجع لأهلي لا مش هيرجع لأهلي طب هيطلع برا لا هيكمل في مصر فهو أكتر واحد أدرى باللي قاله أه فصدقني أنا يعني أنا زي زي كتفاجئت بالكلام اللي تقال لكن هو أكيد كلام اللي تقال ده هو أكيد مليون في المية هو متأكد منه يعني أي إن كان بقى الكلام صح الكلام غلط هي وجهة نظره دي فهو بالنسبة لنا يعني أنت أدرى يا كندوسي باللي قلته وتمنى أن الدنيا تهدأ لأن وارد جدا يبقى فيه سوق تفاهم وارد جدا ممكن حد يبقى متدخل يعني أنا من ساعة ما سمعت نعمل أسمع خمسمائة وكيل بالكلام على الكندوسي لذلك توقع داخل النهاردة لقيت الشباب ورجالة معايا مديني تلتة أربع ووكل كتير لأ حنعمل بيوم مدخل أنا كل ما أفتح سورش الميديا لاقي وكيله الكندوسي وكيله الكندوسي أصل فيه شركة الواحدة وبتاعته هي اللي بتسوقه فكل الناس دي أنا معرفش عنها حاجة فأتمنى الدنيا تقدل أن الكندوسي لعب كبير جدا وأنا بالنسبة لي كان تعلمت استفاهم أنه ما رجعش لأهل السنة دي بارتو يعني بصراحة بالأرقام وبالأداء الكندوسي كان لازم يرجع لأهل